سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقهر بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون فيديو من ضمن الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده طبعا انا في فيديوهات فاته تتكلمت عن ان انت زي تقدر تنقل البيانات من تليفونك او بمعنى ادقة تنقل الملفات من تليفونك للكمبيوتر بدون كابل بطرق كتير جدا ودي طريقة اخرى برضو جديدة للي حابب ان هو يسهل على نفسه الدنيا فانا في الفيديو دي هقولك ان انت زي تقدر تنقل الملفات من تليفونك للكمبيوتر والعكس صحيح بدون كابل فعشان ما نطولش عليكم نروح بقى دلوقتي للشرح تمام بوصة دي اول حاجة هتعملها اللي انت هتحمل تطبيق شير مي عندك على التليفون طبعا اول ما تروح هنا عندك على مثلا افتراضا متجر جوجب بلاي هتيجي هنا تكتب عندك شير مي تمام شير مي بالمنظر ده تمام التطبيق ده تبع شاومي اللي هو بالشكل ده تمام اسمه شاومي او اللي هو المصنع تحت شاومي لو هو موجود عندك على تليفونك لو انت تليفونك شاومي جميل تمام لو بس يعني لو هو محتاج يعني تحديث حدثه لو بيش موجود سبته طيب لو ما تسبتش عندك او مسلا الحطأ يعني حصل مشكلة ما ارجع للفيديوهات القديمة فيه طرق اخرى نتكلمت عنها طيب هتروح هنا عندك على التطبيق ده اللي هو شير مي طبعا التطبيق بسيط جدا وخفيف جدا يعني مش هتحس بيه اصلا على تليفونك هتدوس هنا عندك على فتح اول ما تدوس هنا عندك على فتح هيفتح معاك بالمنظر ده اول حاجة هتعملها ان انت دلوقتي تروح هنا عندك على الايكونة او الثلاث شورة اللي فوق دول ثم هتروح هنا عندك على مشاركة الى الكمبيوتر هتروح رايح عليها بالمنظر ده كده هون طبعا هيقول لك ان انت محتاج ان انت تتصل على الشبكة اللي انت متصل بها اللي هو شبكة الواي فاي طبعا لازم يكون انت النت بتاعك او انت واخد النت بتاعك من على الكمبيوتر عن طريق برضو نفس الروتر يعني ما ينفعش الروتر اخر عن طريق نفس الروتر تمام فهتروح هنا عندك هتقول له بدء على اساس ان انت طبعا تقدر ان انت تبدأ فلو انت يعني جهاز الكمبيوتر بتاعك متصل بالواي فاي او يعني انت موصله بكابل لو كابر الانترنت عادي يعني الموضوع سهل جدا مجرد بس ان انت يكون المصدر نفسه من نفس الروتر هتروح هنا رايح عندك على واحدة التخزين الداخلية بالمنظر ده كده هم ودلوقت هتروح هنا رايح عندك بقى متوجه لجهاز الكمبيوتر الخاص بك هتروح عندك بالمنظر ده ثم هتروح هنا رايح عندك على اللي هو ديتس بي سي هتروح هنا رايح عندك كاتب اللي هو الايه الرقم اللي ظهر عندك ده لو الاف تي بي مسلا نقطتين سلاش او اتن سلاش واحد تسعة اتنين صفر واحد ست تمانية صفر واحد صفر مسلا واحد صفر سبعة واحد وعشرين واحد وعشرين طبعا انت ممكن تقدر ان انت حتى تعمله عن طريق اللي هو يكون فيمني لو انت جيت هنا عملت اقاف جيت هنا مثلا عندك على الاعدادات تقدر تخلي مسلا يعني ان انت تخليه مسلا فيمني تعمل مسلا اسمه عشان تقدر تدخل وده هيكون كويس او ممكن تقدر تخليه اللي هو تسجيل كما نقول الهواء يتخش على طول بقى من غيره لباسورد ولا بتاعه مدام انت متأكد انا محدش يعرف الرقم ده غيرك عندك طبعا الترميز نفسه يعني ابقاء الشاشة في وضع النشاط على اساس برنولة تستخدم تليفونك فدلوقتي اروح هنا رايح عندي متكمل تمام يعني ارجع هنا عندي ادوس عشان يفتح معي اروح دلوقتي عامل ايه عامل اول ما ادوس هلاقي بالفعل ان هو دخل عندي على التليفون دلوقتي طبعا اخش هنا عندي على افتراضا طبعا هو مش يفتح الصور تمام مش يفتح الملفات الا لما انت تيجي تنسخها عندك على افتراضا او المكان بتاعك فده كان الفيديو ما فيش اي حاجة تاني طبعا حابب ان انت تنسخ حاجة من جهازك للتليفون نفس الفكرة تيجي هنا عندك تعمل كوبي وتروح هنا رايح عندك افتراضا وعمل حطت هنا هو وخلاص طبعا هو مش راضي ايه تمام اول حصل خطأ ما تقريبا تعال نجرب تاني مسلا نعمل كوبي دلوقتي ناسخ تقريبا الصورة نفسها فيها مشكلة ده كان الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه فيديو سريع وطبعا رابط التطبيق ده هتليه عندكم تحت في رابط المقرن الموجود تحت في الوصف قبل ما تخش عليه ان شاء الله هتلاقي التطبيق في الداخل وبس خلاص ده كان الفيديو شوفكم على الخير بقى بإذن الله فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة